اشتركوا في القناة السابقة احنا تكلمنا مع بعض وعرفنا الدورة الزراعية ايه هي وقلنا ان تعريف الدورة الزراعية هو نظام بموجبه تتعاقب وتتبادل المحاصيل في قطعة ارض معينة والفترة الزمنية معينة وعرفنا يعني قطعة ارض معينة يعني مساحة المزرعة عندي بتكون سابتة وليكن متفدان والفترة الزمنية معينة حسب مدة الدورة اللي انا عملتها سواء كانت دورة سنائية او سلاسية يعني مدتها سنتين او ثلاث سنوات او في محاصيل اصب السكر ممكن توصل الى عشر ايه سنوات او دورة ايه المعدلة الجديدة اللي هي ايه ست سنوات النهاردة ان شاء الله احنا هنتكلم مع بعض وهنكمل تصميم الدورات الزراعية وهنعرف يعني ايه نصمم دورة زراعية وايه هي خطوات التصميم الخاصة بالدورة الزراعية تعالوا مع بعضها هنشوف العوامل التي يتوقف عليها تصميم الدورة الزراعية يعني انا علشان اصمم دورة زراعية ايه هي العوامل اللي انا هتتباحها والاجراءات اللي انا هتخسها علشان اعمل دورة زراعية سليمة وتكون دورة ايه مفيدة تقدر تفيدني وتقدر تقدمني وتقدم لي اعلى انتاجية واعلى ربحية في المزرعة ايه بتاعتي دون الضرر بالنظام البي ايه بتاعي اهم العوامل رقم واحد هنشوفها مع بعض نوع التربة طبعا نوع التربة بيتحدد عليه نوعية المحاصيل اللي انا هاختارها اللي هي هتدخل معايا في الدورة الزراعية بتاعتي ونوع التربة مهم جدا بحيث ان التربة الطينية السقيلة هيتعمل لها دورة زراعية غير الاراضي الرملية حديثة ايه الاستصلاح على سبيل المثال الاراضي حديثة الاستصلاح انا بستخدم فيها المحصول الرئيسي بيكون محصول الفول السوداني اما الاراضي التنية السقيلة ممكن يكون معايا فيها محصول اصب او موجود معايا محصول ارز او محصول قطن ايه المصري كاحد المحاصيل ايه الرأسية اما الاراضي حديثة الاستصلاح ممكن يخش فيها مع الفول السوداني ممكن يخش ايه المحاصيل ايه الزيتية زي دورة شمس زي سمسم زي بعض المحاصيل ايه الاخرى الخاصة بانتاج الزيت تاني شيء تاني خطوة معنا مناخ المنطقة مناخ المنطقة بيأثر عندي تأثير عالي جدا ليه لان انا بيجبرني على اختيار المحاصيل لان عندي ممكن في المحصول الواحد كذا صنف تجود زراعاته في المنطقة ولا تجود زراعاته في المنطقة ايه الاخرى فبالتالي فيه سياسة صنفية علشان خاطر نظام الدورة الزراعية ومناخ المنطقة موجود عندنا هنا في جمهورية مصر ايه العربية على سبيل المثال احنا لو قلنا مناخ المنطقة انا هزرع ارز في شمال الدلتة مش هينفع ازرع ارز في محافظة اينا او محافظات ايه الصعيد في اينا وفي صهاج ايه وفي اسيط ما ينفعش ازرع هناك ايه ارز وفي نفس المحصول على سبيل المثال وتكلمنا عنه ونوهتنا عنه في الحلقة السابقة وقلنا عندي في محصول الامح اصناف الديورة من اللي هو القمح الصلد او امح المقارونة اللي بيتم صناعة المقارونة منه انه بيتجود زراعته في محافظات السعيد كلها بيحتاج درجة حرارة عالية شوية اما لو تم زراعته في محاصيل اهسف في اراضي شمال الدلتا فبيصاب بالامراض وبالأصاب وبيسبب لياخذ سراء عالية النقطة اللي بعد كده نظام الراي والصرف الساد في المنطقة نظام الراي والصرف الساد في المنطقة طبعا مهم جدا انا ما ينفعش اروح ادخل اعمل دورة زراعية لارض تزرع ارز مثلا في ارض المصرف بتاعتها مصرف تعبانة او ما فيهاش نظام راي اه اسف نظام صرف ايه واضح قدامي سواء كان نظام صرف مغطأ او صرف ايه مكشوف طبعا لو كان الاراضي كلها صرف مغطأ مش هينفع ازرح في اراضي ايه ارز لان صرف المغطأ مش هيستوعب كمية الميا اللي هي صرف اتم ايه هيتم صرفها في بطن ايه التربة من خلال زراعة محصول ايه الارز معايا النقطة اللي بعد كده اسعار المحاصيل طبعا انا بدخل عندي في الدورة الزراعية او بختار المحاصيل الاكثر ربحا ذات الربحة الربحية العالية اللي هي تقدم لي اعلى ربحية واعلى عائد عندي هدخل ايه المحاصيل ديت وخصوصا المحاصيل ايه الاستراتيجية سرح ايه زات الربحية ايه العالية النقطة اللي بعد كده خمسة قرب او بعد الاسواق عن المزرعة يعني المزرعة عندي قريبة ولا بعيدة عن السوق لو قريبة من السوق انا ممكن ازرح فيها محاصيل خصوصا محاصيل الخضر اللي هي لها مكان في التسويق من السهل ان انا ايه انقلها ولكن لو المزرعة بتاعت بعيدة عن السوق ماينفعش ازرح فيها محاصيل سريعة ايه التلف عشان عمل ما انقلها في السوق هيكون نسبة التلف بتاعتها ايه بقت عالية جدا وهتسبب لي في الحالة ديات ايه خسارة النقطة اللي بعد كده المحاصيل شائع زراعتها بالمنطقة انا بشوف المحاصيل اللي تزرح شائع زراعتها بالمنطقة وابدأ ايه ازرحها لان بتكون ايه عالية ايه الانتاج اقلمة مع المنطقة ديات وماينفعش اروح ادخل مثلا محصول اخر غريب عن المنطقة ممكن يتعرض للسركة او الاستهلاك ايه اخدر او اي حاجة من اي عامل من عوامل ايه التلف لانه هو بالتالي هيكون هو المحصول الوحيدية في المنطقة فهيكون محطة انظار ناس ايه كتير بحيث من الرؤية او من ناحية ايه الاستهلاك سبعة رأس المال وحجم المزرعة رأس المال وحجم المزرعة انا عندي رأس المال كبير اقدر ازرع بعض المحصيل اللي هي اعمرها ايه طويل وزاتها ايه ربحية عالية ولكن انا لو عندي حجم رأس المال قليل انا ممكن ازرع المحصيل اللي هي سريعة لدورة المال بتاعتها ايه سريعة او قصيرة في موسم النمو بتاعها علشان دايما يكون عندي عائد او عندي فلوس موجودة ايه في المزرعة أصرف بها على بقية المحاصيل المنزرعة طبعا حجم المزرعة بيتوقف عليه عوامل كتير بحيث أن أنا عندي فدان غير اللي عنده عشر فددين غير اللي عنده عشرين فدان في حجم الإنتاج وحجم الربح بتاعه اللي هو عاد عليه من زراعة الأرض دي رقم 8 توفر الأيدي العاملة يعني أي توفر الأيدي العاملة أنا عندي بعض المحاصيل بتحتاج إلى عملة كتيرة لو رحنا مثلا لمحصول القطن محتاج جاني فأنا محتاج في الوقت ده العملة تبقى مدربة العملة المدربة اللي هتقدر تجنيلي القطن عندي من أهم المشاكل الموجودة عندنا هنا في الزراعة اللي هي موسمية الزراعة يعني موسمية الزراعة موسمية العمل المزرعي أن العمل عندي ممكن في المزرع بييجي في بعض الأيام يكون عندي ضغط جديد محتاج كمية عملة كبيرة جدا وفي الوقت الثاني أبصى ألاقي العمل عندي مريح في المزرع ومش محتاج كل العملة ديت فبالتالي انا لما بتابع دورة زراعية او بنظم دورة زراعية من خلالها بنظم وجود العمال عندي ايه في المزرعة بحيث ان العمالة تبقى موجودة عندي ايه بالصمرار وقدر اتمم اي عملية زراعية عندي في المزرعة خلال ايه موسم الدور رقم 9 القوانين طبعا القوانين بتفرض علي زراعة بعض اصناف في بعض المناطق وبتمنعني من زراعة بعض اصناف في المناطق دي واهم واكبر مثال على كده اللي هو زراعة الاصناف اصناف القطن طويلة ايه التيلة ما ينفعش ان انا اروح اجيب اصناف من وجه بحري وازراحها عنده هنا في الوجه الابلي او اخذ من وجه ابلي او اروح اوديها وجه ايه بحري ويتم زراعتها دي السياسة الصبفية والقوانين بتمنع الكلام ده وبتمنع تحرك ايه المحاصيل من مكان الى التاني خصوصا علشان خاطر الافات وخصوصا الخلط الوراسي اللي بيحصل في اصناف ايه محصول القطن والمحافظة على جودة اصناف القطن حالة الامن بالمنطقة الواقع بها المزرعة طبعا حالة الامن مهمة جدا عشان انا مروحش ازرع محصول زاتة ربحية عالية ازرعه النهاردة وعندي تمام النطق يتسيرق مني فانا كده اصبح في خسارة فانا اشوف حالة الامن في المنطقة ديت حالتها عاملة ازاي ممكن على سبيل المثال اروح ازرع اه دخل في دورة عندي فول اخدر وانا في المنطقة عندي مفيش فول اخدر طيب اللي رايح واللي جاي هينزل يكل من عندي من الارض فول اخدر سواء انا كنت موجود في المزرعة او غير موجود في المزرعة فكده هيسبب لي ايه خسارة ايه كبيرة فحالة الامن عندي هنا مهمة جدا علشان خاطر اقدر احافظ على المحاصيل بتاعتي اللي دخلها في الدورة من السركة وعدم التعرض ايه لأي خسارة نتجة عن عملية ايه السركة تعالوا نشوف بقى مع بعض في نوع الطربة انا شرح بقى العوامل ديت عامل عامل بالترتيب نوع الطربة في الاراضي الرملية والصفراء والرملية يوجد بها الشعير والترمس والسمسم والبرسيم والفول والفول السوداني والبطاطا يبقى في الاراضي الرملية والصفراء الرملية ممكن لما اختار دورة او هشتغل على دورة دخل المحاصيل دي ايه هي المحاصيل ديه الشعير والترمس والسمسم والبرسيم والفول البلدي والفول السوداني ايه والبطاطا دي في الاراضي ايه الرملية والاراضي ايه الخفيفة والبطاطا علشان خاطر جزء الاقتصادي بيتكون تحت سطح التربة فبالتالي انها محتاج تربة ايه مفاككة سواء كانت لها او للفول السوداني في الاراضي الصفراء يزرع على القمح والبرسيم والفول البلدي والزرع ايه الشامية وفول السوية يبقى في الاراضي الصفراء عند هنا يزرع الامح والبرسيم والفول البلدي والزرع الشامية وفول ايه السوية طيب في الأراضي الطينية يزرع القطنة والأرز والبقول بأنوحها والقامح والزرعة الشامية وقصبية السكر البقول بأنوحها يعني ممكن نتكلم عن في البلد والحمص والترمس والعتس كل البقوليات ممكن زراعتها في الأراضي الطينية السقيلة في الأراضي الطينية يزرع عند القطن والأرز والبقول والقامح والزرعة الشامية وقصبية السكر يعني لو قال لي صمم دورة زراعية لمزرعة في اراضي الاصلاح الحديثة لما اختار محاصيل مش هختار لقط ولا هختار ايه ارز هختار المحاصيل ايه التاني مناخ المنطقة تعال نشوف مناخ المنطقة بيأثر ازاي عندنا في العوامل تصميم الدورة يؤثر مناخ المنطقة على اختيار المحاصيل ولكن كل محصول الجو الملائم للنموه ليعطي اوفر انتاج ده بالنسبة ايه لمناخ المنطقة فالقطن طويلة تيلة يلائمه مناخ شمال الدلتا ولا يلائمه جو مصر ايه العليا يعني القطن طويلة تيلة الا ايه في شمال الدلتا ومش هينفع اخده ايه في مصر ايه العليا في اسوان والاكسر واني محصول قصب السكر يعطي اوفر انتاجه في مناطق الصعيد حيث الجو يساعد على قوة نموه وعدم انتشار الافات به ولكن في الجو البحري في جو الوجه البحري بيختلف ايه الكلام ده ممكن الافاتة انتشر فيه بكمية ايه كبيرة العتس يوجود في بعض جهات الوجه الابلي بينما لا يوجود بالوجه البحري يعني الوجه البحري عندي هنا ما اقدرش ازرع محصول ايه العتس لانه هو بيحتاج درجة حرارة ودرجة الرطوبة ايه منخفضة فبالتالي فبيزرع في محافظات ايه السعيد ومحافظات الوجه ايه الابلي ولا توجد زراعات في الوجه ايه البحر نظام الرأي والصرف السعيد ايه في المنطقة نظام الرأي والصرف المتابع في المنطقة يحدد اختيار المحاصيل المنزارعة وتوفر مياه الرأي وقلطها يؤثران على نظام الدورات وكذلك نظام الصرف المنفذ ايه في المنطقة نظام الرأي والصرف المتابع في المنطقة يحدد اختياري المحاصيل انا هختار ارز ولا هختار امح هختار درشة مية ولا هختار سمسم هختار فلسوية ولا هختار ايه محاصيل ايه تانية وقلط ومياه الرأي وقلطها يؤثران على نظام ايه الدورات يعني انا عندي منطقة كمية مياه الرأي فيها قليلة ما روحش ازراح فيها محاصيل يعني محتاج ايه حساسة للراي وبتحتاج ايه كمية مية ايه كبيرة اسمها عملية ايه الراي فبالتالي انا هوفر لها مية منين فيما حاصيل ممكن ازراحها اه احتاج ارويها كل عشر ايام فيما حاصيل ممكن ارويها كل خمساشر ايه يوم فبالتالي نوع الارض ونوع المحصول في المنطقة نفسها ونظام الراي والصرف بيحدد عليها نوع المحصول لانها هدخله ايه في الدورة عندي اسعار المحاصيل اسعار المحاصيل فيها ايه عند ارتفاع سعر محصول معين تزيد المساحة المخصصة له وعندما يقل سعر هذا المحصول تنكمش مساحته اتبعا لذلك وتدخل اسعار المحاصيل في نظام الدورات تدخل نظام اسعار المحاصيل في نظام ايه الدورات بحيث ان انا بختار المحاصيل الاعلى ايه ربحية ممكن انا وانا شغال في الدورة بتاعتي فيه محصول بدأ السعر بتاعه ينزل ممكن السابع ده المحصول بتاعي من الدورة ده ودخل محصول أعلى في الربحية عنده علشان يحقق لي ربح عالي وربح وفير قرب أو بعد الأسواق عن المزرعة فالأراضي القريبة من المدن تزرع فيها المحاصيل التي يزهل توزيعها على السكان على سكان هذه المدن فتكسر فيها مزارع الخضر يعني أراضي معظم محاصيل الخضر بتزرع في الأراضي القريبة من المدن لأنك أنت هتزرع من هنا وهتشيل مسافة صغيرة هتودي السوق أو هيتم تسويقها على سكان المدين ولكن لو أنا زرحتها في مسافات بعيدة فعمليات النقل هيحصل لها عملية تالف إلا إذا تم النقل بوسائل نقل مجهزة وسائل النقل المجهزة علشان الحاجات دي هتكون تكلفة عالية علي فبالتالي هتسبب لي أخصارة مش هتسبب لي ربح أو هتقلل لنسبة الربح بتاعي من زراعة المحصول ده أما الأراضي البعيدة عن المدن والعمران فتقتصر زراعتها على المحاصيل التي تتحمل الشحن والنقل والتخزين حيث تنقل منها دفعة واحدة يعني أن إلها إيه دفعة واحدة مش هقعد أن إلها إيه في وسائل النقل مجهزة زي البردات أو التلاجات والحاجات دي يعني على سبيل المثال الأمح أنا ممكن أزرعه في أي مكان حتى في وقت التخزين ممكن أخزينه في المخزن عادي ويقعد معايا سنة كاملة ما يحصل لوش حاجة بس بشرط يكون جيد التغوية ولكن لو زرحت محصول زي محصول الطماطم أو البطاطس محتاج تلاجات ومحتاج نولات ومحتاج معاملات في عملية التخزين وعملية النقل المحاصيل الشائع زراعتها بالمنطقة لكل منطقة محاصيل تنتشر زراعتها بها على نطاق واسح فإذا أراد المزارع إدخال محاصيل جديدة فإنها قد تكون عرضة للإصابة بالأفات أو أكل الحيوانات والطيور يعني أنا على سبيل المثال خلينا في محصول الفل البلدي ومحصول الأمحة دول أقرب محصولين إحنا بنشوفهم وتكون عارفينهم محصول الفل البلدي لو المنطقة كلها مش زرعة فل بلدي وأنا زرحت فل بلدي أول ما يبدأ تبدأ عملية العقد للأظهار في الفل البلدي وتبدأ القرون الخضرة تظهر هتكون عرضة للأكل عن أي حد معادي من المزارعة بتاعتي هيبدأ يأكل إيه من الفل البلدي اللي أنا إيه زرعه وبالتالي عند عملية تمام النطقة هتبدأ العصفير والطيور في التقاط إيه الحبوب لأنه هو الوحدة إيه في المنطقة لو رحت زرحت الأمحة في المنطقة بتاعتي بدري عشر أو خمسة عشر يوم معاين جيراني الأمحة بتاعي هينضج قبل الجيران فبالتالي العصفير والطيور هتبدأ تلقط إيه الأمحة عندي وتبدأ تسبب لي إيه خسارة عندي في المحصول إيه أنا إيه زرعه سبعة رأس المال وحجم المزرعة يتوقف نظام تعاقب المحاصيل ومساحتها حسب حالة المزارع الاقتصادية فكبار المزارعين يستطيعوا أن يزرعوا المحاصيل التصديرية التي تحتاج إلى نفقات إيه كبيرة بينما صغار المزارعين يزرعوا المحاصيل قصيرة الأجل قليلة النفقات والتي تضر دخلا سريعا يعني آآ رأس المال هنا بيتحكم معايا في نوع المحاصيل اللي هي دخلا إيه معايا في الدورة أنا راجل آآ غني عندي فلوس آآ كتير وعند مزارع كبيرة ممكن أزرع المحاصيل التصديرية اللي هي هتحتاج بعض المعاملات عشان أصدرها برا خصوصا إنشاء الباكنج هاوس أو وحدات التبريد والتلاجات اللي بيتم تخزين إيه فيها لكن أنا عندي مزارعة صغيرة على قدي من خمسة إلى عشر فددين مش هينفع أزرع فيها المحاصيل إيه التصديرية أزرع فيها المحاصيل سريعة إيه سريعة الدورة الدورة رأس المال بحيث النفقات بتاعتها تكون قليلة وبالتالي توفر لي ربح عالي من المحاصيل اللي تم زراعتها إيه فيها رقم 8 توفر الأيدي العاملة من العوامل الهامة في زراعة المحاصيل التي تحتاج إلى خدمة كبيرة مثل الأرز والقطن والقصب توفر الأيدي العاملة لأن هذه المحاصيل تحتاج إلى أيد عاملة كثيرة طوال فترة نموها إيه بالأرض يعني عندي الأرز والقمح والقصب القصب كل شوية محتاج عزيق تسميد راي تربيط لمقاومة إيه الرؤاد وبعد كده كسر الأصب نزع السفير راس العيدان التحميل على الديكوفيل أو العربيات علشان تودي المصنع السكر كل ديت عمالة محتاج متواجدة معايا في مزارع أصب السكر أما الأرز محتاج عمالة لعمليات الشكل عمليات الري التسميد إزابة أو إزالة الريم اللي بيظهر مقاومة الريم اللي ظهر في مية الري في الأرز فبالتالي عمالة موجودة معايا إيه على طول فأنا لو ما عنديش عمالة ما دخلش المحاصيل ديت في الدورة لأن أنا كده هجيب لها عمالة يمنين وإلا لو زرحتها هتسبب ليه إيه خسارة لأن ما هيكون موجود عندي عمالة تقوم بالعمليات الزراعية اللي هي هتخدم للمحصول بتاعي اللي هتوصله لعلى إيه انتجي القوانين تلجأ الحكومة في كثير من الأوقات إلى تحديد المساحات التي تزرع من المحاصيل الرئاسية والتي لا يجوز تجاوزها ولهذا فالمزارع ملزم بتنفيذ هذه القوانين والتصرف حسب ما يراه في بقية المساحة يعني أنا المزارعة بتاعتي في منطقة تزرع القطن ما ينفحش مزرعش قطن لازم من أزرع قطن هو قانون بيقول كده المنطقة ديت منطقة تزرع ايه قطن في مناطق ممنوع زراعة الأرز فيها يبقى أنا ما أقدرش أزرع ايه أرز فيها لو أنا زرحت الأرز في الحتة ديت إذن هكون ايه مخالف هكون مخالف بتسمى زراعات ايه المخالفة هيبدأ القانون يعاقبني عليها ويدفعني غرامة ايه عليها وممكن يجبرني أن أنا أزيل أساسا المحصول ده قبل تمام ايه النطج وقبل ايه تمام عملية الانتاج بتاعته عشرة حالة الأمن بالمنطقة الواقعة بها ايه المزارعة تراعى ظروف الأمن بالمنطقة قبل تحديد المحاصيل التي تزرع فإذا كان الأمن غير مستقر لا تزرع المحاصيل التي يخشى من سرقتها أو استهلاكها خضراء زي ما وضحنا في محصول الفول ايه البلدي إن أنا ممكن أزرع فول بلدي أنا الوحيد في المنطقة كل اللي رايح واللي جاي معدبنا على المزارعة بتاعتها هينزل ياكل ايه فول أخدر من عندي اللي هو الفول ايه الحراتي فبالتالي هيسبب لي ايه خسارة ايه كبيرة لأنه لحد ما يتم عملية الحصارة تكون الأرض بتاعت ايه خلصت من الاكل اللي هو تم ايه فيها تصميم الدورة الزراعية تعالى بقى نخش على تصميم الدورة الزراعية ونعرف زي إن احنا هنصمم الدورة وهنسميها وندي لها ايه بعض التلمحات ونعمل لها ايه عملية ايه نقضة أو عملية ايه يعني تحسين للدورة ايه بتاعتي وزي أعرف إن الدورة بتاعتي دي هتكون دورة منشودة هتحقق ليه على ايه ربحية وهتخدم الأرض وهتحفظ لي على خصوبة التربة ايه بتاعتي تعالى نشوف التصميم في تصميم الدورة الزراعية يعني ايه تصميم عرف تصميم الدورة الزراعية هو اختيار المحاصيل وتحديد مساحة كل محصول وترتيب زراعة عزيز المحاصيل إسرى بعضها البعض يعني هتصمم الدورة هتختار المحاصيل وهترتب المحاصيل يعني ايه ترتبها هقولك هترتب المحاصيل بتاعتك محاصيل شتوية ومحاصيل صيفية طيب المحاصيل الشتوية هتمسك هترتبها برضو تاني هترتبها لايه هترتبها محاصيل مجهدة للطربة ومحاصيل غير مجهدة ايه للطربة يعني هتاخد المحاصيل البقلية في ناحية وهتاخد المحاصيل النجلية في ناحية علشان تزراحهم بالتبادل في المحاصيل الصيفية هيتم تقسيم المحاصيل إلى محاصيل بقلية أيضا ومحاصيل غير بقلية أو محاصيل مجهدة مع محاصيل غير مجهدة وزراعتهم بالتبادل والتعاكب مع بعضهم ونعرفهم من خلال عملية التصميم يبقى تصميم الدورة التعريف بتاعه هو اختيار المحاصيل وتحديد مساحة كل محصول وترتيب زراعة هذه المحاصيل اصر بعضها البعض خطوات تصميم الدورة الزراعية ايه خطوات التصميم اللي انت هتمشي عليه على الuinely شان تطلع في النهاية بدورة زراعية سليمة ومنشودة رقم واحد اختيار محاصيل الدورة هتبدأ تختر المحاصيل اللي هتزراعها عندك في الدورة الزراعية من خلال ايه المزرعة اختيار المحاصيل هختار القطن و الامح والبرسيم البرسيم المصري هختار زرة شمية هختار شعير دي محاصيل اللي انا هاقترقها اللي هتشارك معي ايه في الضوء يبقى رقم واحد اختياري المحاصيل رقم اتنين تحديد مساحة ما يزرع من كل محصول انا هحدد انا عندي مزرعة مثلا 500 فدان يبقى انا هزرح 50 فدان المحصول الرئيسي والخمسين فدان التانيين دول في الاساطهم هيبقى مثلا 10 فدان فول 15 فدان امح معهم مثلا 25 فدان برسيم يبقى الاجمال بتاعهم 50 فدان يزرع مكانهم ايه اوه رقم ثلاثة تحديد مدة الدورة انا هحدد مدة الدورة وهنعرف من خلال القوانين والمعادلات ازاي بنعمل مدة الدورة وعدد اقسام الدورة لما اختر ايه المحاصيل من خلال حساب ايه المساحات المختلفة للمحاصيل اللي هي دخلة معي ايه في الدورة مدة الدورة ديت اللي هي المدة اللي هتقضيها معي ايه الدورة او هيقضيها المحصول من بداية زراحته في قسم الى اعادة زراحته في نفس ايه القسم على سبيل المثال انا مقسم الدورة بتاعتي الى ثلاث اقسام بدأت زراعة المحصول القطن ده في القسم الاول في السنة الاولى هي مدة الدورة هياخد في القسم التاني القسم التالت لحد ما يبدأ اعادته في القسم ايه الاول تاني ديت مدة الدورة ايه بتاعت اربعة تحديد عدد اقسام الدورة اللي هي عدد حقول ايه الدورة يعني انا الدورة بتاعت دي اقسمتها حسب عدد السنوات وحسب عدد ايه الاقسام كل قسم هيساوي حقل كل قسم هيساوي ايه حقل يعني الارض بتاعت اقسمتها ايه لحقول وهنشوفها ازاي مع بعض من خلال ايه التصميم خمسة رسم الشكل الكروكي او الشكل الرباعي ويقسم الشكل اقساما عادتها يساوي عدد اقسام ارض ايه الدورة يعني انها هعمل شكل رباعي الشكل بتاعي ده هيتأسم من جوة الى مربعات لو دورة سلاسية في ثلاث سطور ثلاثة في ثلاثة بتسعة يبقى فيه تسعة حقول أما لو كانت دورة سنائية فهيبقى سنة أولى سنة تانية قسم أول قسم تاني هيبقى من أربع حقول في الدورة السنائية وهنشوفه مع بعض وهنعرف إزاي بنوزع جواه المحاصيل بتاعتنا يبقى رسم الشكل الرباعي ويقسم الشكل أقسما عددها يساوي عدد أقسام الدور تقسم المحاصيل التي تم اختيارها إلى شتوية وصيفية زي ما تكلمنا في الأول وبقولية وغير بقولية يعني محاصيل مجهدة مع محاصيل غير إيه مجهدة سبعة توزع المحاصيل على الأقسام بحيث يخصص للمحصول الرئيسي قسما كاملا يعني إيه الكلام ده يا مصر هقولك يعني عندي محصول القطنة هياخد قسم كامل لو هو المحصول الرئيسي لو في السوداني هياخد قسم كامل وهنشوف الأقسام إزاي هنحددها داخل تصميم الدورة بتاعتنا اختيار محاصيل الدورة تعال نشوف اختيار محاصيل الدورة هيتم إزاي وذلك بناء على ما تقضي به العوامل الخاصة بذلك اللي هو نوع الري نوع الأرض أسعار المحاصيل القوانين إيه الزراعية يبقى أنا لما اختار محاصيل الدورة أبص للأربع حاجات دول نوع الأرض نظام الري أسعار المحاصيل القوانين إيه الزراعية هشوف المحاصيل اللي أنا هزرعتها في الدورة الكوانين سريع تمنع زراعتها في هذه المنطقة أسعار المحاصيل في المنطقة أسعار كويسة سعر التعبان هيسبب لي خسارة نظام الرأي نظام الرأي بالغمرة والنظام الحديث نظام الرأي بالرش أو نظام الرأي بالتنقيض نوع الأرض هزرعتها في المزرعة أو هصلح لها الدورة نوع حرملية ولا طينية ولا طيامية خفيفة بتشوف نوع الأرض عشان تختار لها المحاصيل المناسبة إيه ليها تحديد مساحة ما يزرع من كل محصول هنعمله إزاي وذلك وفقا للعوامل الخاصة بذلك في تصميم الدورة وأهم النقاط التي تراعى في ذلك يبقى في نقاط أهم النقاط التي تراعى في تحديد مساحة ما يزرع من كل محصول هنشوفها بقى في النقاط ودي مهمة جدا ممكن تشوفها في الامتحان إيه بتاعك رقم واحد الأسمان النسبية للمحاصيل السمن النسبي للمحاصيل يعني إيه الأسمان الأسمان النسبية زي ما اتفقنا بشوف المحصول ده سعره كويس ولا السعر بتاعه هو سعر إيه تعبان هيسبب لي خسار رقم اتنين تحقيق استمرار العمل على مدار السنة إن العمالة عندي موجود على مدار السنة الدخل عندي دورة رأس المال شغالة على طول هيدخل لي فلوس إيه على طول الدورة إيه بتاعتي بقى تحقيق استمرار العمل على مدار إيه السنة مش هزرع المحصول النهاردة هشتغل في أسبوع وبعد الأسبوع هروح هنام في البيت بتاعي يجي شهر أو اتنين لأن أنا ما عنديش إيه شغل غير حاجات بسيطة في المزرعة إذن الدورة بتاعتك هنا هتكون دورة إيه غير سليمة رقم ثلاثة إمكان خدمة الأرض لزراعة المحاصيل في وقت ملام إمكان خدمة الأرض لزراعة المحاصيل في وقت ملام يعني إمكان خدمة الأرض لزراعة المحاصيل في وقت ملام يعني أثناء تصميم الدورة أنا بختار المحاصيل وبأدي فرصة أو فترة زمنية ما بين زراعة المحصول والآخر علشان خاطر أعمل في عملية إعداد الأرض إيه للزراعة أقدر أحرت أقدر أسمد أقدر أقسم أقدر أسوي أقدر أعرض الأرض لشمس أقدر إيه أهويها يبقى الفترة اللي هي ما بين زراعة المحصول إيه والآخر يبقى إمكان خدمة الأرض لزراعة المحاصيل في وقت إيه ملام تحقيق حاجة المزارع وأسرته ومواشيه من إنتاج المزارعة تحقيق حاجة إيه المزارع يعني أنا الدورة بتاعتي هراعي أن أنا هدخل فيها المحاصيل اللي هي هتخدمني في بيتي وفي أسرتي وهدخل فيها محاصيل الأعلى في الخضر علشان أخدم الحيوانات اللي عندي إيه في المزارعة أو المواشي اللي عندي إيه في المزارعة فبالتالي هتنتج عندي إيه لبن وجلود إيه ولحو رقم خمسة تطبيق القوانين المعمول بها تطبيق القوانين المعمول بها يعني انا هتطبق القانون المعمول ايه به يعني على سبيل المثال زي ما اتفقنا منع زراعة الارزة انا في محافظة البنسويف او محافظة المينيا ما اقدرش هزراع ارز مع ان الارض جيدة ممكن اه يعني والارز يجيب اه التجاه فيها بس في القانون بتاعي بيمنع زراحته في المناطق دية ولكن اه يصرح لك الزراعة في محافظات ايه شمال الدلتا ومحافظات ايه الدلتا محافظة الهلية الغربية المنفية يزراعوا ايه ارزو ولكن محافظات الصعيد ما تزراحش ايه ارزو قانون حكي تكلم ايه كده تحديد مدة الدورة ازاي هحدد مدة الدورة وذلك بتطبيق المعادلة الاتية انا دلوقت عايز احدد مدة الدورة هنحددها ازاي مصرع خلي بالك عشان دي بتيجي في الامتحان كيف يمكنك تحديد مدة ايه الدورة او اسكر كيف يمكنك تحديد مدة ايه الدورة مدة الدورة اللي هي عدد سنوات الدورة زي ما اتفقنا ان الدورة بتحتي فيها ثلاث اقسام من بداية زراحة المحصول في القسم الاول اللي اعادت زراحته في نفس القسم اخد ثلاث مراحل يبقى كده ايه الدورة بتحتي دورة ايه سلسية يبقى عدد سنوات الدورة او مدة سنوات الدورة هتساوي ايه يا مصر قالك هتساوي مدة ماكس المحصول الرئيسي بالسنين على نسبة ما يشغله من مساحة يبقى نسبة او مدة على نسبة ما يشغله ايه من مساحة بمعنى انا عندي القطن هيشغل تلت المساحة طيب في المسألة هيجب هالي صريحة كده يشغل قطن تلت المساحة لا هيقول لك مثلا ايه مزرعة يزرع القطن تلتين فدان قطن تلتين فدان برسيم تلتين فدان ايه امح فانت لما تجمع مساحة المزرعة لقيتها تسعين فدان فبالتالي هنا قدرت انت تتحدد ايه ان مساحة القطن عندك كم فدان تلتين ايه فدان فبالتالي عدد سنوات الدورة ومدة الدورة بتسوي مدة مقص المحصول الرئيسي على نسبة ما يشغله ايه من سنين زي حضراتكم ما شايفينها معايا ايه في المعادلة ديه علشان خاطرها تخش اثناء في مسائل الدورة هتقدر تحتمد ايه عليها وتشتغلها مع اعتبار مسهم نمو المحصول سنة كاملة وان قل ايه عنها ركب اربعة تحديد عدد اقسام الدورة ازاي هحدد عدد اقسام الدورة او عدد حقول الدورة اذا كان المحصول الرئيسي الف اذا كان المحصول الرئيسي معمرا ولا تجدد زراعته الى بعد انقضاء المدة المقررة لتعقيره بالارض يعني اعادة زراعته ايه بالارض كالمتابع في زراعة القصب غالبا فان اقسام الدورة هتساوي ايه اقسام الدورة قالك هتساوي عدد الاقسام عدد سنوات الدورة على مدة مكس المحصول الرئيسي ايه بالسنين دي عدد الاقسام هتساوي عدد سنوات الدورة على مدة مكس المحصول الرئيسي ايه بالسنين طيب هنخش على النقطة اللي بعدها فمثلا اذا تقرر زراعة القصب في دورة مدتها 6 سنوات بحيث يعمر في بقعته ثلاث سنوات لا يزرع منه شيء إلا بعد انقضاء كل هذه المدة فأن عدد أقسام أرض الدورة في الحالة دي هيساوي 6 على 3 هيساوي 3 أقسام يبقى إذا تقرر زراعة القصب في دورة مدتها 6 سنوات بحيث يعمر في بقعته ثلاث سنوات لا يزرع منه شيء إلا بعد انقضاء كل هذه المدة فأن عدد أقسام أرض الدورة هيساوي 6 على 3 هيساوي 2 قصب عدد 2 قصب أما إذا كان المحصول الرئيسي حوليا مثل الفول السوداني والأرز أو معمرا ولكن تجدد زراعته كل سنة مثل القطب أما إذا كان المحصول الرئيسي هنا محصول حولي مش معمر زي الأصب زي الفول السوداني والأرز أو معمرا ولكن تجدد زراعته كل سنة مثل إيه الأطن إيه اللي هيحصل فيها فإن عدد أقسام الدورة هتساوي عدد السنوات يعني أنا عندي دورة بتاعتي في الأطن وفي الأرز والفول السوداني لو عدد الأقسام بتاعتها عدد السنوات بتاعتها 3 إذن عدد الأقسام بتاعتها تكون إيه 3 لأنها دورة إيه ثلاثية فعدد الأقسام في عدد إيه السنوات هيديني عدد الحقول داخل الشكل الرباعي بتاعي لو دورة سلاسية 3 أقسام في 3 سنوات هيديني شكل الرباعي كام هيديني في الشكل الرباعي تسع حقول كاملة هيتم توزيع المحاصيل فيها داخل إيه داخل الشكل الرباعي النقطة اللي بعد كده يكون هناك سنة أو سنوات ممكن في الأصب دي سنة أو سنوات يعني سنوات ممكن يكون سنتين تمهدياتين يكون هناك سنة أو سنوات تمهدية قبل زراعة القصب والتي تحسب من القانون التالي طيب القانون قال لي إيه في السنوات التمهدية عدد السنوات التمهدية بتساوي نون ناقص واحد حيث أن نون هي مدة ماكس المحصول الرئيسي في وقعاته إيه بالسنين طيب يعني إيه سنة تمهدية في الأصب بما أننا احنا شرحنا الدورة وبنتكلم إيه عن عدد الحاجات دي السنة التمهدية دي اللي أنا بزرحها في البداية علشان أخذ منها أصب غرز أزرعه في الأراضي إيه في الأرض الجديدة اللي أنا هزرحها داخل إيه الدورة الأرض اللي أنا هاخد منها أصب إيه غرز هاخد منها أصب غرز علشان خاطر أزرع إيه المحصول بتاعي ليه لأنه يفضل عند زراعة قصب السكة يتم الزراحته من أصب إيه غرز يعني أصب غرز يعني أصب مزروح في الأرض لأول مرة فبالتالي أنا بعمله سنة أو سنتين تمهديتين حسب القانون بتاعه حسب مدة إيه ماكس المحصول وحسب أقسام إيه الدورة عندي خمسة رسم الشكل الكروكي أو شكل خمسة شكل الرباعي أو شكل الكروكي ويقصم الشكل أقساما عددها يساوي عدد أقسام إيه الدورة زي ما اتفقنا أنا عندي دورة أربع سنوات يبقى عدد الأقسام بتاعتها أربعة أربعة فاربعة يبقى الرسم بتاعي هيطلع كم واحدة هيطلع معايا أربعة فاربعة فستاشر حقل يبقى الشكل بتاعي الشكل الرباعي هيبقى فيه أربعة فتاشر إيه حقل آسف ستاشر حقل ولكن لو دورة سنائية هيبقى قسمين عدد الأقسام اتنين في عدد السنوات اتنين يبقى شكل الرباعي عندي هيطلع فيه كم مربع هيطلع فيه أربع مربعات فاربع إيه حقوق ده شكل رسم الشكل الكروكي اللي أنا بعمله إيه للدورة بتاعتي دي دورة سنائية يعني إيه دورة سنائية يعني دورة مدتها سنتين دورة مدتها إيه سنتين بيكون فيه البيانات ديت المساحة بتحت في القسم الأول نص المساحة اللي هي مثلا لأرض لمزرعة 100 فدان يبقى نص الأرض للخمسين فدان ونص الأرض الثانية للخمسين فدان دي للأقسام ويتيجي بعد كده السنة الأولى ده العمود الأول بيمثل السنة إيه اللي أولى اللي أنا هزرح فيها إيه المحاصيل بتاعتي العمود التاني بيمثل السنة السانية ثاني سنة انا هزرح فيها ايه نفس ايه المحاصيل ديت بس ايه بالتبادل بقى داخل الشكل ايه بتاعي وهنشوف برضو توزيع المحاصيل داخل الشكل ده هيتم ازاي ستة تقسم المحاصيل التي تم اختيارها الى شتوية وصيفية ثم الى بقولية وغير ايه بقولية يبقى المحاصيل بتاعتها تتقسم الى محاصيل شتوية ومحاصيل ايه صيفية والمحاصيل الشتوية هتتقسم الى محاصيل بقولية ومحاصيل غير ايه غير بقولية ليه غير بقولية وغير بقولية؟ علشان يكون في تعريف الدورة ألأك هو النظام الذي يبقى منه وجابه تتعاقب المحاصيل وبشرط تتعاقب المحاصيل أن المحاصيل تقدم بعضها البعض يعني تقدم بعضها البعض يعني محصول يوفر غذاء لمحصول ايه تاني؟ أنا عندي محصول الامح ده محصول مجهد للتربة لما ازرعه ازرعه بعد محصول ايه بقولي زي محصول ايه الفول قصية فبالتالي ايه أنا كده حسنت خواص ايه التربة بتحت او ازرع البرسيم البرسيم ده محصول بقولي بما بيجهد لش الارض بعد البرسيم ازرع محصول الزراء ايه الشامية ومحصول الزراء الشامية من المحاصيل المجهدة ايه للتربة يبقى ستة تقسم المحاصيل التي تم اختيارها الى شتوية وصيفية ثم الى بقولية وغير ايه غير بقولية سبعة توزع المحاصيل على الاقسام بحيث يخصص المحصول الرئيسي قسما كاملا يعني انا هاخد المحصول الرئيسي قسمة على بعضه ما ينفعش ادخل على سبيل المثال اقول 30 فدان قطن بدل ما اقول 30 فدان قطن الوحدية اقول 20 فدان قطن زائد 10 فدان زرع الشامية ده غلط لا هموا 30 فدان على بعضهم او 50 فدان على بعضهم قطن 50 فدان قطن حتة واحدة ده قسم ايه كامل من اقسام الدورة لان القطن من محاصيل ايه الرئيسية معايا ايه في الدورة ده الشكل الرباعي هنرجع له تاني اللي احنا حطينا في ادي المساحة وادي نص الارض احنا هنشتغل على مزرعة دورة سنائية لمزرعة مساحتها 100 فدان اذا القسم الاول مساحته 50 القسم التاني مساحته ايه الي السنة الاولى اللي انا هزرعها وهوزرع فيها ايه الارض بتتبادل المحاصيل بتتبادل ايه مع بعضيه السنة التانية هيحصل تعاكب ايه للمحاصيل وهنشوف التعاكب بتاعها هيتم ايه ازاي سبлиш veya انا عندي السنة الاولى وهنا والسنة التانية طيب بص معايا في السنا الاولى في القسم الاول هزرع خمسين فدان برثيم تحريش سم خمسين فدان قطن. مش ملاحظ حاجة? خمسين ثم خمسين. ما قولتش خمسة واربعين اقولت اربعين ثم ايه? خمسين. المساحة هي واحدة. لانا هي الغيطة عندي واحد. الحقل واحد. عنا زراحته في الشتاء. برسيم تحريش. برسيم تحريش ده اللي هو البرسيم ايه? الفحل. اللي باخد منه ايه? حشة واحدة. وبعد كده هزرع مكانه ايه? قطن. يبقى خمسين فدان. برسيم تحريش ثم خمسين فدان ايه? طيب. القسم التاني هيبقى فيه ايه? بص بقى للتنوع هنا بقى. هناك كان المحصول الرئيسي واخد قسم كامل. اللي قطن واخد معايا قسم كامل على بعض وهو. بينا. طيب شوفوا القسم التاني بقى. عشرة عشرة فدان برسيمس ايه واثناشر فدان حلبة. زائد خمستاشر فدان فو البلدي. زائد طلاتاشر فدان امحة. ده ايه? في الشتوي. ثم الصيف بقى. تعال اشوف الخمسين فدان. خمسة وعشرين فدان زورة شامية زائد خمسة وعشرين فدان فو ايه? فول صوية. ديب انا عندي عشرة فدان برسيمس ايه واثناشر فدان فو الحلبة. خمستاشر فدان فو البلدي. زائد طلاتاشر فدان ايه? امح. هتحسبهم هتلاقيهم ايه? الخمسين. ثم في الصيف بقى خمسة وعشرين فدان زورة شامية زائد خمسة وعشرين فول صوية. دي اول سنة عندي في الدورة. طيب السنة التانية حصل تبادل وتوافق للمحاصيل. يبقى القسم التاني هنزل فيه ايه? زي ما شفنا كده. المحصول الرئيسي بتاعي اللي هو القط. هيكون خمسين فدان برسيم تحريش. ثم خمسين فدان قط. ومكان ما زرحت القط هتطلع القسم ايه? التاني يكون مكان القسم ايه? يعني عشرين برسيم زائد خمستاشر فدان فول زائد طلاتاشر فدان امح. ثم خمسة وعشرين فدان زورة شامية ثم زائد خمسة وعشرين فدان فول ايه? ده شكل بيوضح لك ازاي توزع المحاصيل داخل الشكل الكروكي بتاعك? ويبقى فيه تبادل وتوافق وتعاقب للمحاصيل والاقسام بينها وبين ايه? بعضها. يبقى دي المزرعة مساحتها كام? مساحة المزرعة مساحتها ميت فدان فانا قسمتها على قسمين علشان كانت دورة ايه? ثنائية ووزعت المحاصيل المشتركة معايا حسب الشكل اللي احنا شفنا ده. طيب نجد الدورة ايه هو نجد الدورة? انا بعد ما خلص شرح انت يا استاذ انت كان عندك خطأ في كذا وكذا 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 وكذا. دي دي عملية ايه? النجد. انا الدورة بتاعتي علشان انقطها هشوف الدورة وهسأل نفسي حوالي سبع اسئلة للدورة اللي انا صممتها ديت علشان اقدر انقط الدورة يعني انقط الدورة اطلع الاخطاء اللي فيها اطلع الاخطاء ايه اللي فيها? طبعا لما انقطها انا عندي نعيد من نجد نجد بناء او نجد هدام يعني ايه نجد بناء? نجد بناء يعني هابني عليه الدورة وهتشتغل ايه عليه? والدورة دي دورة دورة ايه سليمة اما النجد الهدام بتاعي فانا هنقض الدورة ولقيت فيها اخطاء فانا هبدأ اعادة تصميم الدورة من جديد ممكن استبعد محاصيل وادخل محاصيل مكانها ايه محاصيل جديدة فدي عملية ايه النجد تعالوا نشوف عملية نجد الدورة تنقض الدورة للتأكد من مطابقتها للعوامل التي سبق ايه شرحها والاجابة على هذه الاسئلة لما هتبص للنجد بتاع الدورة هتجاوب لنفسك على الاسئلة اللي احنا هنسألها لبعض دي دلوقتي اللي هما سبع ايه اسئلة تعال نشوف الاسئلة رقم واحد هل يوجد بعد كل محصول وقت كاف لتجهيز الارض وزراعة المحصول التالي في الموعد المناسب يعني انت في اسناء تصميم الدورة فيه وقت كافي انك انت تحرط الارض وتشمسها وتهويها وتعملها عملية التأسيم والتحويد والكلام ده كلية والحد ما تبدأ تزرع المحصول ايه التالي لبعا هل يوجد بعد كل محصول وقت كافي لتجهيز الارض وزراعة المحصول التالي في سنة ايه التالي السؤال التاني السؤال التاني يا مصر قال هل المحاصيل تخدم بعضها البعض في احتياجاتها السمادية يعني ايه تخدم بعضها البعض في احتياجاتها السمادية يعني زي ما اتفقنا قلنا محصول بنظرة محصول نجيلي مكان محصول ايه يعقب محصول ايه يعقب محصول ايه بقولي يعني ازرع اخلي المحاصيل ايه تخدم بعضها البعض في ايه تبادل وتوافق زي ما اتفعنا احنا اسمنا الدورة لما اخترنا المحاصيل اسمناها لصيفية وشتوية وداخل الشتوية اسمناها محاصيل بقلية ومحاصيل غير بقلية يعني محاصيل مجهدة مع محاصيل غير ايه غير مجهدة ايه للطربة انا بسأل نفسي السؤال اهو هل المحاصيل تخدم بعضها البعض في احتياجاتها ايه السمادية طيب السؤال التالت هيقول لي ايه هل الدورة تكفل المحافظة على خصوبة الطربة يعني الدورة اللي انا عملتها دي تكفل المحافظة على خصوبة التربة ولا هتعمل عندي استمزاف لعناصر الغذائية في التربة اللي هتأثر لي بسلبة على الارض بتحتي وممكن تتسبب في تصحر الارض ايه بتحتي يبقى هل الدورة تكفل المحافظة على خصوبة ايه التربة طيب السؤال الرابع ايه هو هل الدورة تساعد على مكاومة الحشائش والحشرات والامراض الدورة اللي انا عملتها تساعد على مكاومة الحشائش والامراض ولا انا دخلت محاصيل في دورة دي تزرع عقب بعضها البعض تكون عائلا لأحد الامراض يعني انا بوفر للمرض او بوفر للحشرة العائل بتاعها اللي تشتغل عليه ايه وتكمل دورة ايه حياتها فبالتالي الافة عندي هنا هتطلع بصورة كبيرة فانا مش هقدر اقومها بالمقاومة ايه العادية فهضطرة دخل المقاومة ايه الكيموية وممكن بعض الاجيال من الافة تطلع مقاومة للمقاومة الكيموية فبالتالي انا هعمل هنا تلوث وهعمل انتشار لافة من الافات اللي هي موجودة ايه عندنا فين في الارض يبقى هل الدورة تساعد على مقاومة الحشائش والحشرات والامراض والحشائش من ضمن الحشائش خصوصا حششة الحمول في البرسيم حششة الهالوك فين في الفول البلدي السؤال الخامس هل الدورة تكفل حسن توزيع العمل واستمراره خلال مدتها يعني الدورة بتاعتي دية هتكفل حسن توزيع العمل في المزرعة عندي ولا هتأثر عندي في حاجة انا عايز العمل موزح عندي ايه في المزرعة عشان العمل طول ما هو موزح في المزرعة عندي العمالة عندي شغالة دورة رأس المالة عندي ايه شغالة هيبقى عندي انتاج هيبقى عندي فلوس داخلها وربح داخل عندي ايه ويراد داخل المزرعة اقدرا اصرف منه ايه على المحاصيل واقدرا اصرف اه على نفسك واعدا العمالة اللي موجودة ايه معايا هلダوره تكفل حسن توزيع العمل واستمراره خلال مدتها 6 هل الضا哇 تكفل حسن توزيع اليراده واستقراره خلال هذه السنوات يعني ايه هل الدورة تكفل حسن توزيع الايرادة واستقاره يعني انا الدورة بتاعتي بدخلاء لي المحاصيل عندي شغالة بتدخل لي ايه فلوس ايه على طول يعني انا ممكن اخد اصرف من محصول على المحصول ايه التانية يعني انا ممكن من خلال دورة زي ما اتفاقنا في نظام التحميل ان انا بزرع محاصيل امورها اقل احملها على المحصول الرئيسي واخد الايراد بتاعها واصرف بها على المحصول ايه الرئيسي لحد ايه تمام عملية النطج ايه بتاعته فانا عندي دلوقت محاصيل ممكن تكون مدتها طويلة على سبيل المثال محصول القطن عندي بيزرح في شهر كام بيبدأ زراحة من شهر فبراير طيب انا بشيله في الارض امتى بشيله في الارض من اغسطس ايه لستمبر طيب اللوقت نشوف اخد معايا فترة ايه طيب انا هجيب فلوس للمقاومة والعزيق وسماد قد ايه طيب تعال اشوف السؤال السابع هل الدورة تفضل اي دورة اخرى للحصول على اكبر دخل ممكن مع المحافظة على خصب التربة يعني انا الدورة اللي عملتها ديت والمحاصيل اللي انا اخترتها هل ممكن ادخل دورة او احسن دورة او ادخل دورة جديدة غير الدورة دي تتوفر لي اه فلوس كتير او محافظة على خصب التربة والله الدورة بتحت ديت هتكون كافية انها هتحقق لنفس الرمح اللي ممكن تحقق كل دورة جديدة اللي انا ايه هدخلها معايا ديت سبع اسئلة انا بسألهم لنفسي علشان انقض الدورة ايه الزراعية بتحت اسباب تعديل الدورة طيب امتى هتعدل الدورة بتحتك طيب تعال نشوف اسباب تعديل الدورة رقم واحد تقلبات اسعار المحاصيل انا عندي بعض التقلبات حصلت في اسعار المحاصيل محصول سعره رفع محصول سعره ينزل هبدأ ايه هشوف سبب لتعديل الدورة ديت علشان ما يحصل لش خسارة اذا انخفض سعر المحصول ايه معايا ابدأ ادخل محصول عالي ايه الربحية عن محصول انخفض ايه سعره رقم اتنين اجابة مطالب وانشآت جديدة يعني اجابة مطالب وانشآت جديدة يعني انا عندي دلوقتي باكن جاوز يتفتح جنبية او مصنع لتصنيع المواد الغذائية فانا اقدر اوفر لي المادة الخام بتاعته فانا بالتالي اقدر ازرع المزرعة بتاعتها وادخل في الدورة بتاعتي محصول يخدم ايه الحاجة اللي اتفتحت جديدة جنبي ديت اذا لانا مش هتعمل علي ايه عبق في عملية ايه التسويق لان المسوق هنا ايه جنبي او المستهلك بتاعها هنا موجود رقم تلاتة تغير حالة الارض يعني تغير حالة الارض انا شايف الارض بتاعت بدأت تتعب تعبانة فانا هبدأ ادخل محاصيل تجدد شباب الارض او تجدد خصوبة ايه التربة عندي او تجدد خصوبة ايه الارض بحيث انها توفر لها ايه عناصر غذائية وما تكونش محاصيل مجهدة تستهلك عناصر غذائية او يكون لها تأثير سامجزور بتاعتها تطرق تأثير سامج في التربة ايه عندي على سبيل المثال والجزور بتاعته بتطرق ايه مادة سامجة بتأثر على المحصول التالي او بتأثر ايه على الارض عندي في وفي حالة ايه تغيرها رقم اربعة صدور قوانين جديدة او افطال العمل بالقديم منها يعني قانون صدر او قانون ايه انتهى قانون جديد صدر قال لك ما تزرعش ارز او تزرع ايه حاجات في المنطقة ديت او قانون حصل ايه فيها حالة جديدة يبقى كده احنا من اسباب تعديل الدورة الحاجة ديت هتكون نهاية حلقتنا النهاردة بكده هنكون وصلنا لاختام حلقتنا وان شاء الله في الحلقات الجديدة هنشوف التصميمات بانواحها وكيفية توزيع المحاصيل بالمعادلات بتاعتها وبكده هتكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة ان شاء الله هنشوفكم على خير في حلقات جديدة باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة